طيب اكيد طلعت على كل التقرير على 59 صفحة ايه تعليقك يا سوزاند طبعا التعليق الاول النهاردة الجزء الجوهري الناس محدش ناقش كتير التقارير الخاصة بمصر او بقية الدول كما تعلم هذا التقرير يتضمن حالة حقوق الانسان في 200 دولة بتعملها الخارجية الامريكية المدى الثانوي لكن النهاردة الناس كلها اهتمت وركزت الخبر الاول ان وزير خارجية الامريكية ريكس تيل ارسون محضرش هذا الاطلاق لاول مرة منذ سنوات طويلة هذا عرف ان وزير خارجية الامريكي هو الذي يشهد الاطلاق ويتحدث بكلمات مقتضب عمومية عن حالة حقوق الانسان الكلام اللي مكتوب النهاردة فيه التقرير فيه جزء يعني هو مكرر عن اجزاء كثيرة من التقارير الامريكية السابقة بطبيعة الحال لا يمكننا ان نقول انه ملفق او كما يقول البعض هو يعكس جزء من الحقيقة والاوضاع الصعبة التي موجودة في حقوق الانسان في مصرية جزء منها صحيح بالفعل الحكومة المصرية بدأت يعني تعالج بعض هذه الصغارات وبدأت تلتفت اليها لكن بعضها سيظل موجود بفعل المناخ الاستقطابي الموجود ربما يسأل البعض يعني النهاردة كان من الملاحظ ان الناطق الرسمي باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قال امريكا ليست في وضع يعطينا يعني دروس في الديمقراطية وحقوق الانسان لانها ايضا تعاني من امتهاكات في حقوق الانسان الى حد ما هذا الكلام صحيح لكن لانها الدولة الاقوى في العالم هي بتدي نفسها الحق ولو كانت ايران قوية لربما فعلت نفسها الدلالة لغياب وزير خارجية ربما يقول البعض انها دلالة سيئة لانها تعني ان الولايات المتحدة قررت ان لا تضع هذا الموضوع في استدارة كما كانت تفعل ادارات السابقة خصوصا ادارة اوباما باراك اوباما وبالتالي ان امريكا ان هذا التقرير كما يعلم كثيرون جمع واعدة قلناه في فترة عهد باراك اوباما وليست في عهد دونالترا وبالتالي يمكن تفسير سيد عماد انتقادات شديدة اللهجة تجاه الحكومة المصرية وردت في هذا التقرير نعم لانه بكل التقرير مش بمصر بس للموضوع حتى نرى الصورة كاملة علينا ان من يقرأ التقرير سوف يرى انه وجه انتقادات لازع علي بين مزدوجين النظام السياجي الاستفداتي القمعي في روسيا تحت قيادة بوتين ولدول الخليجة ايه بس اللي همنا مصر بالتقرير دارة الفترة عماد نعم بفو لا نعم انا اتحدث انه هو يعني حتى العراق سبب انتهاكات حقوق الانسان في العراق هي الولايات المتحدة الامريكية ولاحد غيرها بسبب الغزو الهامدي في 2003 لكن انا بدأت اللقاء من البداية وقلت ان ما ورد في التقرير عن مصر جزء كبير منه صحيح علينا ان ننتقد كما نشاء الولايات المتحدة لانها تتدخل في شؤون الدول الاخرى وتعطي نفسها سلطة اخلاقية لتقيم حقوق الانسان في العالم باكمله لكن في نفس الوقت لا نستطيع ان نغفل ان غالبية ما ورد في هذا التقرير هو يعكس جزء من الحقيقة والشجاعة اننا نعالجها ليس ارضاء للولايات المتحدة او الاتحاد الاوروبي ولكن لاننا نستحق ان نعيش في ظل احترام حقيقي لحقوق الانسان طيب التقرير ايضا ذكر حالات يعني طائفية معينة تحديدا اعتقد ذكر حالة قرية الكرم اللي هي لسه يعني المحاكمات فيها ما انتهتش يعني كيف يمكن التعامل مع هذه الحوادث من وجهة نظرك السزامات الحل الحقيق هو ان نواجه جزور هذه المشاكل لانه مرة اخرى هل لو لم يكن هناك تقرير للحقوق الانسان بتصدره امريكا او الاتحاد الاوروبيا واي دولة في العالم او المنظمات الدولية المختصة مثل العفو الدولية وغيرها هل معنى ذلك انه مفيش مشكلة في حقوق الانسان في مصر وغيرها لا المشكلة موجودة بالفعل وما حدث في هذه القضية تحديدا يعني حاجة كارثية لا تليخ بمصر ولا لكن لا للأسف الشديد تعكس جزء من الذي يحدث من تعرض بعض الاخوة الاخبار في المينيا وفي اسيوت وبعض المناطق الاخرى الى ظلم منهاجه فقط لانهم مسيحيون علينا ان نربط ذلك بما حدث للاخوة الاخبار في العريش قبل ايام وما زال يحرش حتى الان وبالتالي ننتقد امريكا كما نشاء لكن علينا ان نعالج اصول المشاكل لدينا اولا طيب اخيرا سيد اماد توقعاتك للتقرير المقبل السنة اللي جاية هل هيجي بنفس اللهجة الحادة كما جاء هذا العام يعني ادارة ترامب ستكتب تقريرا مشابها نعم لا فهمت السؤال بطبيعة الحال لو ان الادارة الامريكية سارت بنفس النهجة الذي يتحدث به ترامب الان فربما سنجد دولة اخرى تعد تقرير عن حقوق الانسان في الولايات المتحدة والظلم الذي يتعرض له المهاجرون وهكذا وبالتالي ظن الشخص انها ستتراجع على حد كبير لانه يركز اكثر على مسألة الارهاب ومسألة امريكا اولا ومخطيط الشعرات التي يرفعها كثيرا في هذه العيات شكرا جزيلا لسهد اعماد الدين حسين رئيس تحرير جريد شكرا شكرا شكرا